اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يلمعوا كما يلمعوا اللؤلؤ وبالتالي فالمستعار له هنا محذوف وهو دمعا المستعار هنا محذوف هنا لن نقول درفت عيون الطفل لؤلؤا دمعا لا هنا سنقول درفت عيون الطفل دمعا يشبه اللؤلؤ بمعنى كلؤلؤ وبالتالي فالمستعار له وهو الطرف الأول والذي استلفنا له واقترضنا له صفة ما هو دمعا اما بالنسبة للطرف الثاني وهو الذي استعرنا منه واستلفنا منه واقترضنا منه وهو لؤلؤا وهو لؤلؤا المستعار منه مذكور هنا وهو لؤلؤا ما هي الصفة التي استعرنا صفة التي استعرنا إذا ما قلنا درفت عيون الطفل دمعا يشبه اللؤلؤ إذن يشبه اللؤلؤ في أي شيء ما صفة التي يلتقيان فيها ويتشابهان فيها إذن صفة المشتركة بينهما هنا مشتركة بين الدمع واللؤلؤ هي صفة الباريق واللمعان وبالتالي فوجه الشابة أو علاقة المشابهة هنا لا توجد بمعنى محذوفة وهي الباريق واللمعان الباريق واللمعان أين هي الكلمة هنا التي جعلتنا نستنتج أننا هنا نتحدث عن الدمع عندما قلنا درفت عيون الطفل لؤلؤا أين هي الكلمة أو الجملة التي جعلتنا نفهم أننا نتحدث هنا عن الدمع عن قطرات الدمع إذن هنا ستقول الكلمة التي جعلتنا نفهم أننا نتحدث هنا عن الدمع هي درفت عيونه وبالتالي فالعيون ماذا تدرف ماذا تخرج العيون العيون تخرج الدمع وبالتالي فدرفت عيون الطفل عندنا هنا هي القرينة هي الجملة التي جعلتنا نفهم المعنى المراد وبالتالي القرينة هنا مذكورة وهي ذرفت عيون الطفل ذرفت عيون الطفل هي القرينة والقرينة قلنا هي الكلمة أو الجملة التي تجعلنا نفهم المعنى المراد وتنفي وتلغي ذلك المعنى الحقيقي من الجملة والمعنى الحقيقي من هذه الجملة هي أن عيون هذا الطفل أخرجت لؤلؤا وهنا هذا المعنى الحقيقي لا نريده وليس هو المرغوب والذي نرغب فيه ونريده وهو ونقصده وهو أن هذا الطفل أخرج من عينيه دمعا يترقرق ويلمع كلمعاني اللؤل وبالتالي فدرفت عيون الطفل لدينا هنا هي القرينة والقرينة مذكورة هي درفت عيون الطفل قرينة مذكورة وهي ذرفت عيون الطفل المستعار منه هل هو موجود أم غير موجود إذن هو هنا في هذه الحالة قلنا أنه مذكور موجود وبالتالي فالجملة لدينا هنا هي جملة استعارة صريحية لماذا تصريحية؟ لأن المستعار منه مذكور وهو لؤلؤا وهو لؤلؤا وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو دمتم في رعاية الله والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة